السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهل في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم وهذه التغطية الخاصة لحدث خاص فيه من الأهمية والقيمة والاستثناء ما تعجز عن وصفه كل حروف الهجاء حدث طاف بوجدان الجماهير الأهلوية الحبيبة عبر العصور والأزمان حتى ظنه الكثيرون طيفاً من خيال بعيد المنال لكن مع رجال النادي الأهلي ومع جمهور النادي الأهلي أنا الأوان أنا الأوان لكي يصبح الحلم حقيقة لنحتفل جميعاً اليوم بتدشين استاد الأهلي ومدينته الرياضية الكاملة أم يا أهلي شوف ولادك والبنود شوفك ديباك شوف جلودك والحشود شوف أيام النصر في كل العبود شوف وسكل فيها أمكان الخلود أنت دايماً أنت دايماً أنت دايماً 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 في الأمام أنت دايماً دايماً في الأمام هو ده النادي الأهلي من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبرجالك أيضاً عرفنا خطوات الأجيال الجديدة حدث اليوم يا جماعة حدث فيه من القيمة زي ما قلتلكم فعلاً ما يتسحق عليه الأهل التهناء وأجمل وأفضل التبركات إنشاء استاد النادي الأهلي في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد عبر مشاركة كبيرة هتشوفوا النهاردة الكثير من تفاصيلها تكتب يوماً جديداً من أيام الأهل المشهودة في تاريخ الأهلي كما في تاريخ الأمم أيام كثيرة ولحظات مضيئة الرابع من يونيو من عام 20-24 هو واحد من هذه الأيام لأن في هذا اليوم والأهلي يحتفل بتدشين استاد النادي الأهلي ومدينته الرياضية المتكاملة يهدي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى أجيال الأهل القادمة ما يطمئنهم على نديهم وقدرات نديهم وكبرياء نديهم يهدي مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير الأهلي بل للرياضة المصرية كلها مدينة رياضية ستكون بإذن الله تعالى مفخرة النادي الأهلي ومفخرة الرياضة المصرية كلها